موسيقى عندليك خبر زي الفولي هنسافر بارس أنا وانتي ورانا في دكتور هناك بتابع حالتها حضري نفسك موسيقى 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 بقولك ايه احنا ليه مفكرناش ان انا روح اتكلم مع ماريم بمقاني صاحبتها يعني تتكلم معها في ايه يعني اقول لها الليسي عايز يرجعلك وعايز يكمل معيك مو من قال ان الليسي عايز يرجع لها او يكمل معها اصلا الليسي ماليش في حب و الليسي عايز يقفش بالزبط كده معلم الحوار بتاع ماريم ده في حاجة مش مفهولة تقول لي بس في ايه وانا راسيك الصح ايه اللي مش مفهومة يعني فيه سر اطلقتها رجعت لها الصور اللي عندي وتنزلت عالباليك ورجعتها تاني شف جاية دلوقتي تقول ايه لو مش عالخيف تباتل واحدك لحسا افوتها تيجي دقتينك ايه ده ده يا عمال لا هو كمان عمال العمال يرايب البيت ده كمان اعلم؟ ايه مش فاهم هتشوفتوا من اخر مرة؟ لا متفكت بقى من الحوار ده خلاص يعني هم يا رشيق اللي بتقوم منها وخلاص هفكيني من الحوار ده؟ لا يا حبيبي مارم دي خدتني لغاية المأزوه يعني اتجوستان يعني اذا مقفش منها افشة كبيرة اوي طب انا دلوقتي مش فاهم انت ناوي تعمل ايه؟ ناوي كده وبخطط للخبور لملك اختها يا ابني مابلاش ام تجوه اللي عجيب بتاعك ده؟ والله يا ابني انا لو رأيت الموضوع ده من دماغة بقى تهتات يا رضيك واحدة زي مالك ديتها التاني؟ وانا اقلقوا الموضوع خمسين مرة قبل كده مش عارف اقولك ايه والله استنى ايه ده؟ دي مالك؟ مالك ايه عم ماريوم ماريوم؟ ايه ده؟ صفر تكتوزي ده حد للوقت انت فقط منها من الصفر وتبعك لمالك اتقرر ده صفر ايه وبتاع ايه؟ يا عزيزان نحن الصفر ليه؟ وانت مالكش بليه؟ انت ليه ميكان اه حيبوة ده؟ صح اه انا معتلها اقولها لسلك الموضوع ازاي؟ اه وده ما عايزينا منحها صح اتوقيت بتفهم ايه؟ اقول ليه بتفهم احاجات مرضو كده لازم اقديلك حياتة في الاخر واربنا عليها مش عارفة يا مالك هي ورقة من مكتب محايمي مع لهاش اختام ولا اي حاجة رسمي يعني من الاخر كده مش انظار فهم قصدي واللي جايبة مش محضر ده موظف عند المحايمي ده طب طب ادي هلي بس اتكلم عها بس ايا واحدة بس يا ست بس يا ست مكتوب ان موكله خالد عبداللاطيف الليسي هياخد الاجراءات الرسمية لمنع زوجته السيدة مريم لطفي الجرحي من السفر ايه؟ معارف منين ده؟ احنا لسه فاتحين الموضوع ده بس برح بالليل ماشي ابعاتي الورقة اللي جاتلك لأستاذ جلال المحامي وقليله مالك مستناق تفتي طب ادي هلي بس اتكلم عها بس يا واحدة عايز ايه روامي بس انا مش فاضياله يا نهب وقليله يركز في الشغل ويسيبه ملت النسوان بتاعه ده لا مش محتاجعة يا زراد خلاص نيسينا اللي عمله وانتهينا ماشي ماشي سلام يعني ايه؟ بشم على ضهر ايده؟ انا وانت بس اللي نعرف الموضوع ده مكانش فيه تالت بنا عارف منين؟ تعرفيش؟ وبعدين في الوقع على السودة دي انا مش عايز افضايح مش عايز انا ديما يعرف عن اللاسي بتاعك ده لا شكل هيبقى زبالة قدامه هقول له باسبور اجدعه باسبور اجدعه ايه؟ دي يجيبه في ساعتين بقى ما قلتله مش ها؟ اعرف لوحده ماشي يا ماري اعمل نفسي مسدقك لما ارجع ما السفر ليه كلام تاني معاك ماشي ماشي ايوه استاذ جلال وصلتك لبرقة؟ طب وبعدين هو فعلا ينفعي من عام السفر؟ هم كنت متأكدة من اجابتك دي لا 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 حلول ودية ايه بقى هفكر في الموضوع ده لما ارجع ان شاء الله ماشي باي باي هم؟ هم؟ أقول لنا حل يا ست ماريا تعودي؟ ماشي أنا هسافر وإنت تعودي بس مش هينفع تعودي هنا لوحدك شكلها مش لذيذ يعني أن أنا سافر واسيبك هنا ولا أنت لكي رأي تاني أنا رأي تاخدي سادة وتروح البيت بس أقول إيه لنا ديم؟ أعصابي أنت جننتيني، جننتي أمي مفيش وقت الحلول والقرارات خلاص أعودي هنا يا ماريا بس أقول لنا ديم إيه؟ هقول له أي حاجة بقى عندك امتحانات ديكلومة، عندك علاج مع الدكتور عن أي حاجة بس هم ما يغرفش يلا يا مامي بقى أيوة يا حبيبتي مامي؟ جاية جاية حياتي نفسي مرة واحدة مرة واحدة تعملي حاجة صحة في حياتك على طول أنت تغلطي، وأنا أدفع الثمن أنت كعلي طول متعصابة عليها كده؟ ها أعمل إيه بس يا رنة؟ ده أنت يا حبيبتي بتسمعي الكلام أكتر منها بس هي طيبة طيبة أم أنا عارفة تستعمل حاجات تغيظة مين اللي بيكلمك؟ ده بابي طب قفلت علي ليه؟ قصلي بصراحة مش عارفة اقول له ايه قولي له ايه ولا اقولك لا تقولي ولا تعيدي انت ما تردش علي خالص لحد ما نسافر